السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد في مادة ريادية المستوى الثالث ابتدائي إذن درسنا اليوم هو القرص والكرة والدائرة الهدف من هذا الدرس هو التعرف الكرة والقرص والدائرة وإدراك خاصيات القرص والكرة وإنشاؤهما إذن قبل أن نشرع في إنجاز الأنشطة دل هذا الدرس هذا سننجد واحد التعريف بسير للقرص والكرة والدائرة إذن ما هي الدائرة؟ الدائرة هي عبارة عن خط منحني مغلق يبعد بنفس المسافة عن المركز أو النقطة التي توجد في الوسط إذن هو عبارة عن واحد الخط ليس بمستقيم وإنما منحني ومغلق يبعد بنفس المسافة على المركز أو النقطة التي تكون في الوسط إذن هذا الشكل فهو يسمى بدائرة بحل الدبليج إذن كل شيء يعرف الدبليج اللي كنديروه في الدينة إذن هذا الدبليج فهو دير بحاله بحل الدائرة أو هو عبارة عن دائرة نعم نمر إلى القرص ما هو القرص؟ القرص أيضا هو عبارة عن خط منحني مغلق يبعد بنفس المسافة عن المركز أو النقطة التي توجد في الوسط الفرق بينه وبين الدائرة هو أنه يكون ممتلئا من الوسط يعني كيكون عامر ماشي بحل الدبليج كيكون خاوي من الوسط كيكون هذا عامر بحل الأقراص اللي كيكون اللي كانوا عندنا في كنا باش كنتو كتقرأوا في المستوى الأول أو الفرود كانوا عندكم الأقراص والخشيبات كنتو كتعلموا بهم الحساب إذن هذا القرص اللي كان عندكم مع الخشيبات هذا كو اللي اسمته قرص إذن كيكون ممتلئ من الوسط نعم نمر إلى القرص ما هي القرص؟ القرص إذن كل شيء كيعرف القرص الشكل ديال القرص كيفاش كيكون يعني هي اسم على مسمى وهي عبارة عن مجسم وليست بشكل هندسي إذن عندي الدائرة والقرص عبارة عن أشكال هندسية بينما الكرة فهي عبارة عن مجسم نعم إذن الآن نمر إلى خصائص أو خاصيات الدائرة إذن في الدائرة والقرص يوجد شعاع وقطر ووثر إذن ما هو الشعاع؟ الشعاع هو قطعة تربط بين مركز الدائرة إذن هذه النقطة اللي كنا في الوسط ونقطة من محيطها إذن نقلنا فهي عبارة عن خط مغلق إذن هذا الخط يأخذنا منه نقطة واحدة وربطناها مع ديك النقطة اللي في الوسط للإسم ديالها المركز إذن هذه القطعة هي اللي ستكون اسمتها الشعاع نعم نبدأ للقطر ما هو القطر؟ القطر هو أيضا قطعة مستقيمة تربط بين نقطتين من الدائرة نتابعوا معي الشعاع نقطة واحدة من الدائرة ثم المركز القطر لا نقطتين من الدائرة وأيضا هذه القطعة تكون مارة بالمركز وهو أكبر وثر إذن عندي جوج نقطة من الدائرة خاصة نربط بين جوج نقطة من الدائرة ولكن بشرط هذه القطعة تكون مارة من المركز إذن هذا هو الذي يسمى بالقطر إذن كما تلاحظون معي في الشكل باللون الأسود نعم إذن أعدنا الوثر ما هو الوثر؟ الوثر هو قطعة مستقيمة أيضا تربط بين نقطتين من الدائرة ولا تمر من المركز إذن جوج نقطة من الدائرة ولكن ما تتمرش لي خاصة غير ما تمرش من المركز إذن إذا كانت مرم المركز هنا سيكون اسمتها قطر وليس وثر الوثر هو الذي يقطع نقطتين من الدائرة ولا يمر من المركز نعم إذن بعدما تعرفنا عن القرص والدائرة والكرة وأيضا خاصيتهما نمر الآن إلى إنجاز الأنشطة النشاط الأول ويقول ولاحظوا المجسامات وأملأ الجدول إذن هنا عندي بعض المجسامات وهنا عندي واحد الجدول غدي نحاول نملؤه إذن هنا كنا واحد الخطأ أنهم ما كتبوش لنا الأرقام ندير هذه المجسامات إذن نحاول أن نسمي رقمهم عندي مثلا هذا هو واحد هذا اثنان وهذا ثلاثة ندير هذا أربعة وهذا خمسة وهذا ستة وهذا سبعة إذن لاحظوا معي فهما عبارة عن مجسامات وليس بأشكال هندسية إذن سنكتب الرقم دي المجسامات التي تم نزلق فقط يعني اللي كتزلق ليس كتضحرج اللي كتزلق إذن لاحظوا معي هنا يا عندي رقم اثنان اثنان فكتزلق بحث شي كرتونة إذن أخذينا شي كرتونة ودفعناها إذن دفعناها مزيان ستبقى غادية زالقة إذن اثنان فهو ينزلق إذن سنكتب هنا اثنان ثم عندي خمسة خمسة أيضا فهو قابل للإنزلاق ثم عندي ستة ستة أيضا فهو قابل للإنزلاق وأيضا سبعة نعم مجسامات تتضحرج وتنزلق إذن كتضحرج يعني كتتكركب وأومنتو كتنزلق ما هي هذه المجسامات إذن كيف ما تلاحظوا معي المجسام الأول فهو ينزلق من هذا الوجه ويتضحرج من هذا الوجه يعني إذا بحشي قال رقم أربعة أيضا إذن إذا درناه على هذا الوجه سنزلق وإذا درناه على هذا الوجه ودفعناه ستتكركب إذن عندي أربعة واحد وأربعة مجسامات تتضحرج فقط تتضحرج فقط إذن نرى ورقم ثلاثة أكتب سما المجسام الذي ليس له أي وجه مسطح إذن المجسام لما عنده حتى وجه بحلقة مسطح مقد شكونا هو هو الكرة بطبيعة الحال إذن هذا عنده وجه هذا ديجا كله عنده أوجه هنا هذا عندي ديجا كله تهو أوجه هذا عندي جوج دي الوجه مسطح هنا عندي هذا اوجه دي sto دي cały دي مسطح Brother دي 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 كمية مسطح lesia transistor إذن القور أكتب اسمى كلّ مجسام ليس له أي رأس أو أي حرف إذن اللي ما عندوش الحرف واللي ما عندوش الرأس إذن أنا أعطيكم مثال هنا إذن الحرف هو هذا هذا يسمى حرف هذا حرف هذا حرف هذا حرف هذا حرف إذن هدوما الحروف وهدوما الرؤوس هذا رأس هذا رأس هذا رأس غيكة تذكار إذن فينا هو المجسم من هذه المجسمات اللي ما عندو لا أحرف ولا رؤوس إذن هنا عنده رأس هذا عنده رؤوس وأحرف هذا عنده أحرف هذا عنده أحرف ورؤوس هذا عنده أحرف ورؤوس هذا عنده تهو أحرف ورؤوس إذن المجسم اللي بقى ليه هنا ما عنده لا رأس لا حروف هو المجسم رقم ثلاثة واللي هو الكرة حين تقول لي أكتب اسم كل مجسم إذن نكتب الاسم إذن الكرة نعم نمر للنشاط الموالي ويقول ألون بلون كل حبل حيز العشب الذي يمكن لكل ماعزة أن تأكله إذن سألون ذلك الجزء اللي ممكن مثلا هذا الماعزة اللي ممكن تأكله إذن واش غا تمشي حتى لنا وتأكل ولا تلنا تلنا ولا حدها غيرنا إذن شكون اللي غادي يحكم لي في المسافة اللي غادي تأكل منها هو هذا الحبل هذا اللي مربوطة بي باللون الأحمر وهذا اللي مربوطة به هذي باللون الأزرق إذن اللي معرفتي الجزء أو الحيز ديال العشب اللي ممكن لهاد الماعزة تأكله إذن خاصني نحاول بحلا غا نعتبر هذا هو الشعاع وغادي نحاول ندير واحد دائرة إذن فين حدها بحلا هذا هو المركز يعني منين مشدود هذك الحبل وغادي سبقى الدور هي هنا بحلا شي دائرة يعني غادي ندير دائرة بحلا هكا هذك الشي اللي غا تدور فيه هو اللي ممكن لها غادي تأكل منه العشب ما يمكنش لها غا تأكل في مكتر إذن هنا في هذه الحالة خاصني نخدم بالبركار إذن لاحظوا معايا إذن المركز هو هذا هو اللي غا نحط فيه الإبرة ما يمكنش غا تفوت هذك البلازة أنا غا كملت الدائرة نغمال مو خاصتيش نكمل احتل هنا غا باش نوضح ليكم يعني غادي نديره غير حتى فين كي للعشب نعم إذن هذا هو الحيز اللي غادي تأكل منه هذي المائز هذه أيضا نفس الطريقة بنسبة للمائز الأخرى إذن غادي نحط الإبرة ديال البركار هنا على الرأس وغادي نحاول نرسم دائرة أو نصف دائرة اللي ممكن غا تأكل منها هذي كلام إذن هذا هو المكان أو الحيز اللي غادي تقدر تأكل منه هذي المائزة هذي نعم نمر للنشاط رقم ثلاثة ويقول أرسم عشر نملات تبعد بنفس مسافة النملات الحمراء عن مركز مسكني النمل إذن غادي نرسم عشرة ديال النملات عشرة أنا اللي غادي نرسمهم ولكن بشرط تبعد بنفس المسافة للنملات الحمراء عن مركز مسكن النملات إذن المركز هو هذا هنا غا يكون عندي هو المركز إذن شوفوا معي المسافة اللي بعيدة منها للنملات الحمراء عن المركز شحال عندي تقريبا عندي تقريبا اثنان سنتيمتر تقريبا إذن أيضا غا نجي غا نرسم عاو تاني هنا نملات تبعد لي على المركز بعشرة بعفوا باثناني تقريبا أو واحد فاصيلة نديروا واحد فاصيلة تسعة واحد فاصيلة تمانية واحد فاصيلة تسعة واحد فاصيلة تسعة اثنان إذن هنا غادي نرسم النملة الأولى هنا أيضا غا نحسب اثنان سنتيمتر النملة الثانية هنا أيضا اثنان سنتيمتر النملة رقم ثلاثة أيضا هنا غا تكون عندي نملة أخرى هنا أيضا تبعدوا باثنان سنتيمتر رحتا غادي نكمل عشر نملات اثنان إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إذن تقريبا هدو هما العشر نملات اللي غادين اللي كيبعدوا لي بنفس المسافة عن المركز كيف ما بعيد النملة الحمرة إذن إلا حاولت نرسم واحد الدائرة نعم هكذا إذن هدو هما العشر نملات التي تبعدوا بنفس مسافة النملة الحمرة عن مركز مسكن النملة إذن نفس المسافة اللي كيبعدوا بها هما هي اللي كتبعد بها النملة الحمرة إذن نمر للنشاط أربعة ويقول باستعمال المسطرة المدرجة أحسبه إذن باستعمال المسطرة سوف نحسب مسافة النقطة A عن النقطة O إذن لاحظوا معي النقطة A هي هذه اللي بالله الأخضر والنقطة O هي المركز اللي عندي في الوسط إذن أنا سوف نحسب هذه المسافة باستعمال المسطرة إذن دائما نقوم بالصفر إذن الصفر إثناني سنتيمتر إثناني سنتيمتر إثناني سنتيمتر أحسب مسافة النقطة C عن النقطة O من C حتى O إذن اللحظوا معي أيضا إثناني سنتيمتر أحسب مسافة النقطة D عن النقطة O من D حتى O هذه D حتى O عندي أيضا إثناني سنتيمتر نعم أرسم 20 نقطة أخرى تبعد بمسافة 22 سنتيمتر أرسم 20 نقطة أخرى من غير هذا أو بيوصل إذن كتبعد لي بمسافة 2 سنتيمتر عن النقطة O أربط بين كل هذه النقطة باستعمال البركار وأرسم باستعمال المسطرة القطع التي تربط بين النقطة O و كل من النقطة A B C و D إذن سنحاول نرسم 20 نقطة انطلاقا من المركز إذن هاي عندي واحد إذن سنحاول نرسم 20 نعم نعم إذن هكذا إذن سنرسم 20 شعاع بنفس المسافة منقه إذن 2 سنتيمتر إذن كلهم ستكون فيهم 2 سنتيمتر ثم أرسم باستعمال المسطرة القطع التي تربط بين النقطة O و كل من النقطة A B C و D إذن ها أنا رسمتم هنا بالأسود إذن وهذا ما يسمى بالشعاع نعم النشاط الموالي يقول أكمل رسم كل قرص و ألونه كما في المثال إذن هنا عندي هذا القرص هنا عندي القرص هنا عندي قرص إذن سنحاول نكملهم باستعمال أن هذا المركز هذه هي المركز نعم إذن سنحاول نضع المركز هي اللي سنضع فيها الإبرة هكذا سنحاول نضع القلم هنا باش ناخد القياس ديال المركز ديال الشعاع عفون نعم إذن ها أنا كملت الدائرة الأولى نفس الطريقة بالنسبة القرص الثاني إذن دائما المركز كيتحط في في الإبرة الإبرة كتحط في المركز عفون ثم نحاول 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 إنشاء ديال هاد القرص هذا طبيعة لحال غد يلونوهم حين تشغل لنا قرص مش دائرة القرص خستيكون ممتلئ من الداخل نعم نمر للإجابة عن الأسئلة أضع علامة في الخانة المناسبة النقطة A هي هذه تنتمي إلى القرص الأحمر يعني تنتمي للقرص الأحمر نعم أم لا فعلا فهي تنتمي لا إذن أضع علامة نعم النقطة A تنتمي إلى القرص الأحمر A تنتمي للقرص الأحمر بطبيعة الحال A نعم يعني داخلة في ماشي خارجة النقطة F تنتمي إلى الدائرة الحمراء نعم بطبيعة الحال F هي بقى تنتمي يعني هي موجودة على القرص نعم النقطة G تنتمي إلى القرص الأحمر نعم أم لا إذن لاحظوا معي الجيفين كينا فهي خارجة على القرص إذن فهي لا تنتمي إذن غندير لا نمر للنشاط الموالي ويقول أرسم دائرة مركزها A إذن لاحظوا معي A هي هذه دائرة مركزها A وشعاعها 2 سنتيمتر إذن الشعاع يعني هذه القطعة اللي كتكون مرة من المركز حتى الدائرة خاصها تكون فيها 2 سنتيمتر بحلك يعني خاصة ننقيس 2 سنتيمتر هكذا إذن هذا هو الشعاع قرصا مركزه B وشعاعه القطعة الحمراء وقرصا مركزه B وشعاعه القطعة الحمراء إذن هحنا عدنا الشعاع ديال الدائرة الأولى والشعاع ديال الدائرة الثانية إذن دائما الإبرة هي اللي كنحطها في المركز هي اللي كتكون هنا في المركز إذن هنحاول ناخد القياس ديال الشعاع هكذا باش نرسم الدائرة هكذا نعم دائرة الثانية قالوا لي أن الشعاع أن المركز هو ببي يعني هي اللي خاصة نوضع فيها نتقص واحد شوية إذن هكذا ترجمة نانسي قنع